في ذل ارتفاع أسعار منتوج البطاطا حاولنا التقرب من الفلاح لمعرفة الأسباب الرئيسية التي تقف وراء التهاب الأسعار بمستغانم خاصة والجزائر عامة يجب أن نقلحها، لدي 500 فرنك يجب أن نقلح البطاطا يجب أن نقلح البطاطا ب5000 الدولة ستتحداني وتبيع البطاطا للوكال بربع لا فرنك يعني أنا لازم لي نخسر وأنا كي سنار أنا رايح نخسر والعامل يفاتي خسرت العامل الجيم مانطيك نخدم يعني يبغينا أخي يوفر 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 هنا يقوم لي زريعة ب700 بستة مئة ونقوم لي بطاطا ب500 هنا يقوم لي ووفر لي زريعة لجيم الخارج وزريعة بربعة عشر مئة اتهم هؤلاء الفلاحة المضاربين والتجار الموازين الذين لا يعرفون سوى مصلحتهم الذاتية سعلا في الواد ما خرجت لحالة الفريق والد وحالة هنا من المستغالين البطاطا سوية بزوج ملين القنطار سبعة سنة الأخر غادية يجيها ها حطموه والسنين الجاية إن شاء الله من المسؤول الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين؟ وأين الرقابة للحد من المضاربين والتجار الموازين؟ ترجمة نانسي قنقر